موسيقى دكتور مهدي القرقوري رئيس جمعية محاربة السيدة إذن اليوم تنضمو حد لقاء مع الإخوة والأخوات من الصحافة باش نتكلمو حول التغطية الإعلامية لداء السيدة التغطية الإعلامية لداء السيدة مهمة جدا طريقة اللي كيفاش كيوصل بها المعلومات وكيفاش كيوصل بها الرسائل من طرف الصحافة إلى الجمهور مهمة جدا فإذا كانت مثلاً هذه الرسائل وهذه المعلومات مثلاً خاطئة أو مخيفة فهذا يقدر أنه يأثر بطريقة سلبية على جهودات محاربة السيدة مثلاً أن الناس تنفر من اللجوء إلى الفحص تحليله تنفر من اللجوء إلى العلاج في حين أنه الآن تنعرفوا مثلاً أن الشخص المتعيش مع فيروس نقص المناعة البشري إذا تم تشخيصه إذا تم توجهه العلاج واخذ العلاج جيله بطريقة منتظمة ما كيبقاش كينقل الفيروس فإذا ممكن أننا نحبسو منتشار هاد الوباء فالطريقة توصيل الرسالة الصحيحة بطريقة صحيحة للجمهور مهم جداً ونحن نعتمد بزاف على الإخوة والأخوات من الصحافة بشي عاونونا في هاد المجهود محاربة السيدة وكذلك في نهاية هاد اللقاء إن شاء الله سوف نعلن عن أننا غادي نضموا واحد الجائزة لأحسن عمل صحفي كيدور حول السيدة وحقوق الإنسان دعم الكبير خشيص الرئيس النقابر وطني الصحافة المغربية اليوم في هاد اللقاء نحاول أن نتوج نوع من العمل التشاركي مع الجمعية فيما يتعلق بموضوع الحساس وإن كان قادم نعتبر بأن الإعلام له دور أساسي في تنبيه المجتمع من خلال ممارسة مهنية تقدم خدمة للمجتمع وأنتم تعلمون كيف بدأ هذا الداء وكيف هو اليوم بفعل المجهودات التي تمت في المغرب والتي كانت الجمعية في طريعتها اليوم بطبيعة الحال نحن نجديد هذا اللقاء من أجل أن نرتقي بعملنا المهني لمصاحبة هذا التحول على مستوى قرار جمعية الذي سيحول النقاش فيما يتعلق بهذا الموضوع الجانب الحقوقي والمرتبط بقضايا متعددة دوركم اليوم كمهني هو الاستمرار في الإخبار أنه هو الأصل فيما يتعلق بنقل المعلومة الصحيحة ولكن في نفس الوقت مهمتنا اليوم هي محاربة الأخبار الزائفة والتضليل وهي أخطر ما يمكن أن يحدث في مثل هذه الحالات المرتبطة بها يمكن أن تؤدي أي معالجة خاطئة فيه إلى نوع من الرعب وهو ترويع الناس وأنتم تعلمون قيمة الإعلام في الحفاظ على الأمن المجتمعي لذلك نعتبر بأن المشاركة المستمرة مع هذه الجمعية منذ تقريباً 2007 حينما وقعنا الاتفاق فيما بيننا هو النوع من وعي الإعلاميين بضررة المستهمة في هذا المجهود الصحي الحيوي بالنسبة لبلادنا ونعتبر بأن ما وصلت إليه الجمعية وما وصل إليه الجهد الصحي في المغرب في محاصلة هذا المغرب وتحويله إلى شيء إلى مأداء عادي يمكن أن نتعايش معه كباقي الأمراض الأخرى ليس بالسهل والإعداء المطلوب مننا كإعلاميين هو أن نوصل هذه المهمة النبيلة وأنتم تكتشفون من خلالها ما هي قيمة الإعلام ويجب الحفاظ على ذلك لابد أن نقول بأن الموضوع كموضوع نتحدث عن الوقاية أولا من مرض السيداء أظن بأنه هذه من بين ربما المهمات الكبرى والأساسية للإعلام لأن كما كتعرفوا في مجال الوقاية هو مجال التوعية هو مجال المعرفة المعطيات ولذلك المعطيات اللي اسمعنا الآن مهمة جدا الأرقام اللي اسمعناها مهمة جدا وكتبيين على أنه كين هناك ربما فئات ومناطق معينة اللي كين تشر بين هذا المرض هذا كيبقى تأيما تسأل مطروح هو الموضوع ديال الكشف إلى أي مدى كين هناك كشف اللي هو شامل واللي كيمكن ليعطينا معطيات ربما أكثر دقة من المعطيات التي نتوفر عليه ولكن ما يهمونا نحن كإعلاميين بالضبط هو هذا هو أننا نشتغلوا طبقا لقواعد المهنية والأخلاقيات ونمشيوا عند الخبراء ونبحثوا في المجلات العلمية الحقيقية المتخصصة وفي نفس الوقت تكون عندنا مسؤولية اجتماعية بمعنى أنه مسؤولية اجتماعية ومهنية للهدف منها مشي أننا نبحث عن الموضوع للإطارة بقدر ما أنه نبحث أولا حتى نقدم الأخبار وتانيا حتى يكون هناك واحد نوع من توعية داخل المجتمع بهذا المرض وبأمراض أخرى أنتم كتعرفوا بأن المجال الصحي هو واحد المجال تخصص مجال دقيق ولكن هم بالنسبة للإنسان بالنسبة للحياة والعائلات والمجتمع والصفة عامة إذن نحن بصدد واحد اللقاء مهم جدا اللي كتجمع فيه المنظمات المهنية اللي كتأثر المهنة وأيضا المنظمات اللي كتشتغل في مجال محاربة السيدة الهدف هو أنه يكون هناك تضافر الجهود باش نشتغلوا جميعه ولكن بالأساس أنكم تشتغلوا أنتم كصحفيات وصحفين أيضا في متابعة هذه الموضوعات في تغطية الأخبار في المتابعة للوضع الصحي ولذلك تحدثت أنا على موضوع تخصص لابد أيضا أن نسعى إلى التخصص لأنه كان هناك مجالات اللي ما كيمكنش بسهولة أننا نجي ونكتبوا فيها لابد أن ندروسها أن نشتغل عليها أن تقول لدينا معطيات وباش نختم هذا التصريح هذا أقول أيضا على أنه لدينا احنا كصحفيات وصحفيين مسؤولية وجه المجتمع فيما يروج في شبكة التواصل الاجتماعي نحن نكون واحد نوع دي الحراس ليقضى للمجتمع حول واحد المجموعة الأشياء التي ترجل لي لكن نعرفها أنها إما ماشي صحيحة إما أنها لا تستند على مصادر حقيقية إما أن الهدف منها هو الإطارة وهو البوز من أجل المال وهذا هو الخطير الخطير هو أنه ربما عمل بعض المؤثرات والمؤثرين وفيهم المشعوذات والمشعوذين اللي الهدف منه هو أنه يكون أكثر عدد من الزوار من أجل ربما المال وهذه في الحقيقة مسألة خطيرة على المجتمع دورنا نحن كصحفية وصحفيين هو أنه تكون عندنا اليقضاء والحضر وأننا نصحوا هذه المعطيات وهذا أيضا دور الهيئات المهنية شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك